بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة في فيديو النهاردة عن مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ والتابعة لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية بتول 3000 كم وتأمين الأفراد والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الثاحلية كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة والهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة من التغيرات المناخية والعمل على إيقاف تراجع خط الشائط في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية إضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايت باي بالإسكندرية أيضا الحفاظ على المناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بالمياه كما أن أعمال الحماية تهتم بتنمية الثروة السماكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم تم أيضا إقامة محطات انذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط وذلك للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة تم أيضا إنشاء حائط بحري بطول 280 متر من الأحجار المتدرجة والكتل الخرصانية وتدعيم أساسات كبري المنتزى التاريخي وأيضا منطقة الفنار الأثري وتدعيم الأساسات الخاصة بمنطقة الفنار الصور اللي قدامنا بمنطقة القلعة ودي الفرم اللي بتصب فيها الخرصانة فرم جاهزة بيتم صب فيها الخرصانة دي الخلطات الخرصانة بتيجي من محطات الخلط وتتصب بوسطة البمب في هذه الفرم وعلى طول كورنيشة الإسكندرية يتم تنفيذ عملية تدعيم وتطوير للكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية صور الكورنيش الأسري وطريق الكورنيش عامة من خلال إنشاء حائط بحري بطول 835 متر وذلك باستخدام كتل خرصانية وزن خمس أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة إضافة لعملية استكمال سلسلة من الحواجز الغاطصة بالإسكندرية لحماية طريق الكورنيش بمنطقة شاطئ الصراية وأمام فندق المحروصة من خلال إنشاء لسان بحري على شكل حرف L بطول 600 متر كما يجري إنشاء رصيف بحري بطول 155 متر نظرا لتعرض هذه المنطقة للأمواج العالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة